هنسمع جورديولا النهار دا ال ايه وايضا ببرناندو سيلفا نجم منشستر سيتي قبل مواجهة اراوى الياباني ونرجع نكمل كلامنا إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا إنه لشرف كبير إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها منشستر سيتي هنا وهذا أمر يعني مدى صعوبة هذا الأمر نريد أن نعتبر أن هذا أمرا مفرغا منه نحن نعتبره امتياز وأعتقد أن الشعور نفسه بالنسبة لجميع الأندية الأخرى لأمريكا الجنوبية وآسيا والدول العربية لذلك إنه لشرف لي أن أكون هنا إنها المرة الرابعة التي ألعب فيها في هذه المسابقة في النسخة السابقة لعبت في الدور نصف النهائي وخاصة المباراة الأولى يا للروعة لقد كان الأمر صعبا حقا لذا كان نصف النهائي صعبا وهي مباراة صعبة في كل مرة ولن تكون هذه المرة استثناء يكفي أن نفوز بالنهائي بالطبع نريد الفوز به ما أقوله أن هناك الكثير من المباريات ولكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ أفضل أن أفكر قليلا حسنا لقد فزنا بالموسم الماضي لذا نحن مدعونا للمشاركة هنا في نهاية الموسم المقبل وقتها سنكون مرهقين تماما أعتقد أن هذا ما يحدث عادة سنسافر إلى الولايات المتحدة نأمل أن يحدث ذلك بصحبة عائلاتنا والجميع نعم سنلعب كأس العالم للأنديا العام المقبل هناك بأفضل طريقة ممكنة أنا لست ضد المسابقات الجديدة أنا ضد ضيق الوقت للتعافي بين موسم وآخر هذا ما أشتكي منه طوال الوقت المنتخب الياباني يفوز في جميع المباريات أمام أفضل المنتخبات في أوروبا والعالم الفوز على ألمانيا انظر إلى كأس العالم ماذا حدث إنهم أقوياء للغاية كرة القدم في اليابان تطورت بشكل لا يصدق في العقد الماضي وفي آخر عشرين عام لذلك إنهم لاعبون موهوبون حقا المهارات التي يمتلكونها بشكل فردي مذهلة إنهم أذكياء وسريعون ويجيدون التحولات إنهم في غاية السرعة لذلك لا يمكن التنبؤ بهم في كثير من الحالات وكن الكثير من الاحترام لهم وبالطبع نريد أن نكون موجودين في نهائي كأس العالم للأندية عندما تلعب في كأس العالم للأندية لا يوجد وقت للشعور بالتعب أو الشعور بالحزن بسبب مبارياتنا الأخيرة لذلك نحن متحمسون للغاية المجيء إلى هنا واللعب في هذه المسابقة التي لم يفز بها جميعنا تقريبا من قبل كناد لم نفز بها أبدا ونريد أن نفعل ذلك وللقيام بذلك نحتاج أولا إلى الفوز بالمباراة الأولى ضد أوراوة وسنستعد جيدا للقيام بذلك هالند لاعب مهم جدا بالنسبة لنا بالطبع لن ننكر ذلك إيرلينغ أو كيفين دي بروين أو أي شخص غائب لكن أكبر قوة في هذا الفريق منذ وصول قبل ستة أعوام ونصف كانت هي قدرتنا على أن نكون نفس الفريق بغض النظر عن الغيابات وكنا على قدر الفوز بالمباريات والقتال من أجل جميع الألقاب نعم سنستمر في فعل ذلك إذا لم يكن هالند حاضرا فلن نقول إن هذا غير مهم ولن نفتقده لأننا بالطبع سنفتقده لكن لدينا الفارز يلعب كمهاجم وهو مهاجم من الطراز الأول لذلك لن نقول ذلك لأن ذلك من شأنه أن يجعل الفريق يبدو سيئا ونحن نعمل على ذلك مجدبش عليكو يعني وأنا بسمع المؤتمرات وشايفو أنا أطلوك كلام دنبارح والله كان حلمي حلمي إن النادي الأهلي يلعب مع منشستر سيدي يلعب قدام بيب جوارديولا يلعب قدام نجوم منشستر سيدي في نهاية كاس العامل لاندي بصراحة حاجة زعل بصراحة خاصة إن كنا قريبين قوي قوي أعرف لو كان في فرق في المستوى كنت أقول لك ناصبنا بقى خلاص ما هو ده إمكان كنت قريب يا أخي كنت قريب تخيل لو لعبنا مع منشستر سيدي في التالت والرابع ولا حاجة طبعا بهذر يعني فيش أي منطق يقول إن منشستر سيدي هيخسر بكرة يعني فيش أي منطق خالص في الكرة يعني حط غير الكرة يعني